الهدية ناس كتيرة جدا باعتالي عايزين آيات السكينة في القرآن الكريم ايه آيات السكينة دي اللي علماءنا قالوا ان هي ترفع الهم وتدفع الضيق وتعالج الاكتئاب والحزن آيات مهمة جدا وجميلة جدا آيات السكينة في القرآن الكريم ست آيات في صورة البقرة 248 وفي صورة التوبة 26 وفي صورة التوبة برضك 40 وفي صورة الفتح الآية 4 وفي صورة الفتح الآية 18 و19 وفي صورة الفتح الآية 26 مش عارف املك اقرايا سيدي احمد ولا ماملكش سيدي احمد املك اقرا طيب الوقت بيئزف معايا للأسف فانا قلتها اقولها تاني آيات السكينة في القرآن الكريم لدفع الهم والضيق والحزن والكآبة والاكتئاب البقرة 248 خلي بالك رقم الآية بيبقى في اخرها مش في اولها يعني البقرة تبقى الآية وقال لهم نبيهم 248 الآية 26 اللي هي في التوبة ثم انزل الله سكينته الآية 40 إلا تنصروه فقد نصره الله اللي هي في التوبة الآية اللي في الفتح هو الذي انزل السكينة رقم 4 الآية اللي في الفتح 18 و19 لقد رضي الله عن المؤمنين والآية اللي بعدها ومغانمة كثيرة الآية اللي في الفتح 26 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية نقرها على مية ونشربها للإنسان اللي عنده اكتئاب أو ضيق أو هم أو حزن أو كآبة سيدفع الله عنه ببركات القرآن وذاك أمر مشروع لا شيء فيه قد بيناه قبل ذلك في آخر حلقة رجحها كده في حلقات الرقية لما قلنا إن يجوز بذلك وجبنا أدلة على ذلك عليكم شكرا